اشتركوا في القناة وذهبوا شرقا وغربا لذا واحد منهم قال بالجبر واحد منهم قال بالتفويض ولم يفهموا معاني الآيات أو جعلوا القرآن عظيم ذول قسم من الناس زين قسم آخر من الناس عصيان عملي يعصون الله سبحانه وتعالى ما يصلي ما يصوم مستطيع ما يذهب للحاج يرتكب المحرمات الغيبة التهمة النميمة كذا كذا هذا لا خير فيه الله سبحانه وتعالى هيأ لك كل شيء وهيأ لك الجنة هناك في الحديث الشريف كل إنسان يولد الله سبحانه وتعالى يخصص له مكانا في الجنة ويخصص له حورية أي إنسان يولد في شرق الأرض وغربها زين هاي الحورية تنتظره من يوم ولادته إلى يوم القيامة فإذا كان من أهل الجنة أعطي مكانه في الجنة وأعطي تلك الحورية طبعا الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله وإذا كان من أهل النار كان كافران هذه الحورية تقول لها بأس الرجل كنت أنت بأس الرجل كنت زين مكانا اللي خصص له في الجنة وهذه الحورية شنو تصير؟ هذه تعطى لسائر أهل الجنة هذه في تفسير هذه الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا من مصاديق الوراثة يعني هذا المكان من الجنة وهذه الحورية لشخص آخر كان لكنه بالسوء عمله صار من أهل النار زين فمكانه وهذه الحورية تعطى لرجل آخر من أهل الجنة فيرث الجنة وما فيها التي كانت قد خصصت لذلك الذي دخل في النار زين الله سبحانه وتعالى هيأ كل شيء أرسل الرسول جعل أوصياء الشريعة جعلها سهلة سمحاء احنا الآن الشريعة الإسلامية تشوفها سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في الأخلاقيات كلها مناسبة للفطرة سهلة يعني يعني أنت العقيدة الإسلامية التوحيد كل واحد يقدر يفهم هذا المعنى النبوة واضح معناها الإمامة معناها واضح المعاد معناها واضح نعم هناك تفاصيل هناك تعمقات جدا كلما إنسان رقى في العلم معلومات تكون أكثر أمور أدق راح يفهمها لكن أساس العقائد الكل يعرفها حتى في ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله عليكم بدين العجائز عجوزة تحرك المغزل فيمر بها الرسول صلى الله عليه وآله ويسألها عن ربها وعن الدليل فتوقف هذا المغزل تقول أنا أحرك المغزل فيتحرك إذا توقفت يتوقف هذه السماوات وهذه الأرض هل يعقل أن تكون بدون محرك هو هذا البرهان لكن هذا البرهان بطريقة بسيطة الله سبحانه وتعالى بسط الأمور كما ذكرنا في ممضة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن ألفاظه جزيلة أنيقة معانيه عميقة لكن كل واحد يعرف اللغة العربية الفصحة يفهم القرآن وهذا من عجائب القرآن مع عمقه مع ذلك يفهمه كل أحد نعم تأويله ومعانيه العميقة يحتاج إلى ناس علماء لكي يصلوا إلى ذلك لكن ظاهر القرآن كل أحد يفهمه إذا كان يعارفا باللغة العقاية هكذا الأحكام الشرعية أيضا سهلة صلاة صوم حاج كذا هذه أمور قابلة للفهم وبسهولة الأخلاقيات أيضا واضحة متطابقة للفطرة الله سبحانه وتعالى يسر كل شي زين هذا الإنسان إذا عصى فلا خير فيه هو الذي سبب الشقاء لنفسه إنما تجزون ما كنتم تعملون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر